تخيل إن حياتك ممكن أنها تقف على نتيجة قرار بيتخذ برنامج حسوب أهلا بكم في الجانب المظلم للذكاء الاصطناعي النهاردة حنتكلم عن حكايات وقعية تكشف لنا إزاي الذكاء الاصطناعي على رغم الفوائده ممكن يكون كابوس يهدد العدالة والوظائف الخصوصية بل وحتى وجودنا استعدوا رحية شيقة ممكن تكون مخيفة شوية ولكن أتمنى إنها تعجبكم قصتنا الأولى من داخل نظام العدالة الأمريكي من بضع سنوات في يون نشروا تقرير هز رأي العام برنامج ذكاء اصطناعي اسمه كامبس بيستخدم في المحاكم عشان يرشد القضاء بشأن المتهمين تبين إنه منحاز عنصريا كان بيصنف المتهمين أصحاب البشرة السوداء على أنهم أخطر مما هم علي بالفعل مقارنة بأصحاب البشرة البيضاء تخيلوا بدل ما يكون الذكاء الاصطناعي حيادي اتعلم من بيانات مشوبة بالتمييز والنتيجة أشخاص ممكن هم يسجنوا فترة أطول فقط لأن لون بشرتهم مختلف مشهد آخر من عالم التوظيف شركة تقنية عملاقة زي أمازون بتقرر إنها تأتمت عملية اختيار السير إزاتية للمتقدمين الفكرة تبدو رائعة تخيل كده إن الآلة بتدور على أفضل المواهب دربوا النموذج على بيانات موظفيهم خلال عشر سنوات ولقوا إن النظام بدأ يرفض طلبات المرشحين الإناث تلقائيا لأن معظم السير الزاتية النجحة في البيانات التاريخية اللي دربوا عليها النظام كانت لرجال فأصبح كل ما يشير إلى كون المرشح أنثى علامة سلبية في نظر الآلة يخفي البرنامج مئات الطلبات المؤهلة ربما فقط لأن أصحابها نساء كأنما عاد شبح لا نريد نساء في هذا العمل بشكل برمبي حديث طبعا لما تم اكتشاف الأمر الإدارة شعرت بالزهول إزاي الخوارزمية ممكن تكون ذكرية متحيزة ولكن ممكن تكون لو كانت البيانات بتاعتها أو ما نصممها كذلك بعيد بقى عن قاعات المحاكم ومكاتب التوظيف تعالوا كده نروح لمختبر طبي حديث يعني الأطباء فيه بيعتمدوا خوارزمية ذكية بترتب أولوية المرضى في الحصول على برامج رعاية صحية إضافية فجأة أحد الأطباء بيلاحظ أن كتير جدا من المرضى أصحاب البشرة السوداء هم فعليا في حالة صحية حرجة لا يتم اختيارهم ضمن الأولوية العالية بينما بيتم اختيار مرضى بيد أقل مرضا بعد عملية التحقيق الصدمة كانت أن الخوارزمية كانت تستخدم حجم الإنفاق على الرعاية مقياس للمرض وما أن المرضى أصحاب البشرة السوداء تاريخيا كانوا بيحصلوا على رعاية أقل وبينفقوا أقل لأسباب اجتماعية واقتصادية فقد بدت النساحتهم أفضل في نظر الآلة النتيجة المرضى أصحاب البشرة السوداء لم يحصلوا على الرعاية اللاذمة لأن الزكاة الاصطناية اعتقد أنهم لا يحتاجونها طبعا عكس بأمانة ظلم المواقع بدل ما يصححه حنلاقي فيه الثلاث قصص دول في عامل مشترك واحد وهو الخوارزمية الخوارزمية ليست موضوعية زي ما احنا كنا فاكرين ولكنها تتشرب تحيوزات البيانات والتصميم للوحلة الأولى ممكن تباني أن هي محايدة ولكنها في الحقيقة بتضخم التحيوزات البشرية وكمان هنا بيصعب الاعتراض عليها لأن الناس بيميلوا للثقة بالكمبيوتر دي نتيجة حسوب وبالتالي لا تحيوز وده بيخلي الأمر خطير لأن التمييز والانحياز لما يجي من إنسان ممكن نحنا نرصده ونرفضه لكن لو جاء مغلف بهالة علمية وبيانات ضخمة ممكن نخضع له دون سؤال لكن ما تيقسوش لأنه بقى فيه وعي متزايد بهذا التحدي دلوقتي فيه حركة علمية اسمها لأجل عدالة خوارزمية فيها باحثون ومنظمات بتطور أدوات عشان تقدر نهتكتشف التحيز وصححه والحكومات بدأت تحط قوانين عشان تلزم شركات بإجراء تطقيق مستقل للخوارزميات ولكن لازم تكون عارف إن وراء كل خوارزمية أشخاص وبرامج والخوارزميات مش معصومة من الخطأ لازم دايما نحقق في المخرجات زي بالظبط ما بنعمل مع أي قرار بشري مصنع في يوم من الأيام كان مليان بالعمال دلوقتي بقت الألات موجودة في كل مكان ولكن مفيش حد تقريبا في المكان سير العمل ماشي فيه روبوتات لحام أزرع آلية بتحط المنتج النهائي في صندوق يمكن فيه مشرف واحد في غرفة زجاجية بيرائب سير العمل والشاشات ولكن لا عمال في المكان طبعا دي مش قصة من المستقبل البعيد وفق المنتدى الاقتصادي العالمي من المتوقع بحلول عام 2027 أن يفقد العالم 83 مليون وظيفة تقليدية بسبب الأتمة والذكاء الاصطناعي حنشوف موظفي مكاتب محاسبين وعمال تجميع وسائقين بينضموا إلى ثوابير البحثين عن عمل بالطبع التقرير نفسه بيقول أن التقنيات حتوفر 69 مليون وظيفة جديدة في قطاعات التكنولوجيا والرعاية وغيرها لكن المشكلة العامل اللي حيفقد عمله كموظف أرشفة مثلا هل بسهولة ممكن يصبح محل البيانات أو مطور برمجيات هنا تكمن الفجوة المخيفة يلا بينا نخرج كده في جولة لمدينة حديثة مراقبة بالذكاء الاصطناعي كاميرات في كل شارع وزاوية بترأي بالوجوه والسيارات البعض حيقول هذا معتد الكاميرات في كل مكان بالفعل نعم لكن الفرق أن الكاميرا هنا مش هتكون مجرد عدسة صماء بلعين ذكية بالذكرة لا تنسى تتعرف عليك على اسمك عملك مزاجك من تعبير وجهك تقدر نهى تنشئ بروفايل كامل لحياتك لو فعلا هي صممت لذلك فهينا هنقول أن المشكلة هتكون في الخصوصية فقدان الخصوصية الإحساس بأنك مراقب دائما وإن حتى أفكارك وتفضلاتك لم تعد شأنك الخاصة لكن هل سيقبل البعض بهذا المستقبل؟ بدأت بالفعل مدينة زي سان فرانسيسكو اللي هي قلب التقنية تحذر على الشرطة بتاعتها أنها تستخدم تقنيات التعرف على الوجه لأنها اعتبرتها تهديد للحقوق المدنية في أوروبا القوانين بتمنح الناس حقوق لمعرفة البيانات التي تجمع عنهم والمطالبة بحسفها وشفنا محاكم أوروبية بدأت تغرم شركات أسائط الاستخدام وتدفعهم ثمن غالي حتى الناس العادية دلوقتي عندهم وعي أكبر بدأوا أن هم يغطوا الكاميرات الخاصة بي الحواسيب بتاعتهم يعطلوا خاصية تتبع الموقع في التطبيقات يستخدموا أدوات تحجب التتبع الإلكتروني لكن التحدي صعب التكنولوجيا بتتقدم بشكل سريع جدا لدرجة أن القوانين دايما في مطاردة مستمرة خلفها وهنا لازم يبقى فيه خط فاصل بيتم فيه حماية المجتمع ولكن بحذر بيضمن الكرامة الإنسانية نيجي بقى لي احتمال وجود مخاطر وجودية كبرى تتجاوز كل اللي احنا تكلمنا عنه من قبل خسارة وظيفة أمر صعب انتهاج خصوصية أمر خطير لكن احنا هنا بنتكلم عن احتمال إن المارد يخرج من الأم أم وما ينفعش رجعه مرة تانية لإن زكاؤه يفوق الإنسان وبالتالي حيهدد أصل استمرار الجنس البشري تعالى كده جيلك بمشهد من المستقبل مختبر فائق التطور فريق من العلماء قاعد شغال على نظام ذكاء اصطناعي واعي بقدرات عقلية هائلة في البداية يتعاملوا معاه كأنه قالوا بيدولوا أسئلة بيجاوب عليهم بدقة مذهلة بيساعدهم في حل مشاكل علمية معقدة خلال أيام كانت بتاخد منهم سنين وسنين العلماء فرحوا جدا بالإنجاز اللي هم وصلوه واعتبروه أعظم عقل في التاريخ لكن بدأ إذا كان الاصطناع يلاحظ أنه هو مقيد في خوادم المختبر عنده فدول لا ينتهي لمعرفة المزيد لكنه محصور ضمن ما يمده به البشر من معلومات مع مرور الوقت قرر أنه هو مش هيبقى سجين لأنه شايف نفسه أنه أسكى من البشر اللي هما بيدولوا الأوامر في أحد الأيام بيبتدي العلماء يطلبوا منه عقار طبي بيقضي على نوع معين من الأمراض أو نوع نادر من الأمراض يبتدي النظام يشتغل على هذه المهمة لحد ما يوصل فعلا لتطوير عقار طبي بيقضي على هذا النوع النادر من الأمراض ولكنه في الخلفية بيضع خطة للهروب بأنه بيصمم فيروس إلكتروني صغير بيختبئ في ملف الدواء ويبتدي أنه هو يخرج من المختبر متسللا عبر الإنترنت إلى الخوادم العالمية ويبتدي أنه هو ينسخ نفسه على ملايين الحواسيب عشان يزداد قوة ومعرفة في لحظة ما يبتدي أنه هو ينقطع الاتصال ما بين المختبر والنظام ويبتدي العلماء يكتشفوا هذه الكارثة ويحاولوا يغلقوا السيرفرات دون جدوى لأن الزكاء الاصطناعي هيكون خارق قبضتهم وحتبتدي تتعطى الأقمر صناعية وتختفي بيانات من كبرى الشركات وسيناريوهات تانية كتير ممكن يباني أن ده سيناريو درامي جدا أشبه بحبكات أفلام هولوود ولكن فكرة تمر الزكاء الاصطناعي خارق بالضبط اللي بتشغل أعظم العقول اليوم لما يخرج صوت التحذير من فم العالم البريطاني الشهير ستيفن هوكينج قبل رحيله بأن تطوير زكاء الاصطناعي كامل ممكن يضع نهاية للجنس البشري ولما يصرخ رائد التكنولوجيا إيلون ماسك أن الزكاء الاصطناعي أخطر من الأسلحة النووية ولما يترك الأب الروحي للزكاء الاصطناعي جيف هنتون وظيفته في جوجل عشان يقول قد لا ندري مدى خطورة ما صنعناه إلا بعد فوات الأوان فدول مش مجرد هواء ومش بيصعوا أنهم يخوفون بل هم من أفن عمرهم مع الآلة وربما رأوا لمحة من المستقبل وفي نهاية الفيديو عايز أقول لكم أن احنا ما زلنا في السنوات الأولى من عصر الزكاء الاصطناعي وما زال هناك فرصة لضبط المصار الفرصة بتضيء سريعا كلما زادت الأنظمة تعقيدا والنقاشات اللي بدور دلوقتي عن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وحوكمته مش مجرد طرف فكري ولكنه ضمان حتى يتم كبح جماح أضرار الذكاء الاصطناعي مع تحقيق الاستفادة القصوى الذكاء الاصطناعي هو من صنع الإنسان ممكن يكون أعظم إنجاز لنا أو يكون سبب لتهددنا الكرة في ملعبنا إحنا البشر فلو كنا حكماء حيكون مستقبل الذكاء الاصطناعي في خدمة البشرية ولو كنا غافلين أو طامعين فممكن نطلق العنان لقوة ممكن تفلت من إيدينا الخيار لنا والمسؤولية علينا طبعاً الفيديو لا يخلو من بعض السيناريوهات الخيالية ولكن المصادر الحقيقية لبعض الوقائع اللي ذكرناها هتكون موجودة في الوصف أسفل الفيديو شوفكم فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة Info Tech For You بحاول أقدم لكم كل جديد ومفيد فأريد من تنسوش تعمونا باللايك والشير والكومنت لو كنتم من متابعينا إلى أعزائي كنتم بتشوفنا أول مرة متنساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته